اهلا وسهلا فيكم من جديد بفقرتنا الاجتماعية لليوم رح نتطرق إلى حالة وصلت إلى حد الظاهرة للأسف بالمجتمع الأردني وهي ظاهرة التحرش شو هي أهم الأسباب اللي بتأدي إلى التحرش وهل الدور الأكبر في عملية التحرش يقع على الذكر أم على الأنثى وأيضا ما هي الآثار الاجتماعية والنفسية للتحرش رح نتحدث أكتر عن هذا الموضوع مع الأخصائي النفسي الدكتور باسل الحمد صباح الخير دكتور صباح الخير أحنا وسهلا فيك شرفنا الله يعافيك يعني ذكرت مسبقا أنه التحرش وصل إذا نحكي خصوصا بسنوات العشر الأخيرة إلى حد الظاهرة ووصل أيضا إلى مستوى القبولي الاجتماعي في مجتمعاتنا للأسف فبرأيك يعني شو هو أساس التحرش يعني إذا نحكي عن الأساس الاجتماعي والفسيولوجي للتحرش من وين إيجا؟ طبعا ظاهرة التحرش زي ما ذكرتي ظاهرة بدأت بالانتشار بشكل أوسع في المجتمعات العربية وبجوز لاحظنا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في مصر أصبح الظاهرة غير مقبولة بالمرة حتى النساء بجميع أشكالهم من جميع الطبقات إذا كانوا في أي مكان عام بتعرضوا للكثير من الحوادث التحرش التي قد تصل إلى الاعتداء المباشر فأصبح الظاهرة عامة ومنتشرة في مجتمعاتنا وهي أيضا موجودة في المجتمع الأردني في بعض الناس حاولوا يعملوا عليها إضاءات نعملت أفلام نعمل فيلم وثائقي نعملت أشياء لكن لم تعالج الظاهرة بما فيه الكفاية ونقصد بالتحرش هو قيام شخص في مكان عام بالتواصل مع شخص آخر وعلى أغلب بكون من الجنس الآخر دون قبول هذا الشخص لهذا التواصل فمثلا ممكن أنا أبتسم لشخص ما يبتسم لي أرجع أبتسم له مرة ثانية نعتبر بهاي اللحظة اللي أنا بادرت فيها في اتصال آخر والشخص الآخر ما قبل مني هذا الاتصال يعتبر في تلك اللحظة تحرش طبعا في القانون الأردني في عندنا تعريفات لكنها للأسف ما بتعرف الكلام والحديث بتعرف اللمس أو محاولة الاتصال المباشر طبعا هذا إليه جانب آخر لأنه للأسف في الأردن ظاهرة التحرش لا تصل إلى القضاء ولا تصل إلى القانون وعلى الأغلب النساء اللي بتعرضوا للتحرش يؤثرنا الصمت والسكوت على أنهم إثيروا هذه القضية لأسباب عديدة منها مثلا أنه المرأة بتكون عم بتروح للجامعة لحتى تدرس الكثير من الفتيات اللي بدرسوا صعب أنهم يوصلوا لمرحلة أنه والله يصطدموا مع الشخص اللي بتحرش فيهم لأنه بجوز يفقدوا هذا الحق حقهم في التعليم المرأة بتخرج للعمل أيضا تحتمل الكثير من التحرش في الشارع لأنه ما بدها تفقد حقها في العمل يعني هي القضيحة بالنهاية أصبح الظاهرة كبيرة وواسعة وأنت أكيد بتعرفي وكثير من الفتيات بيعرفوا أنه بغض النظر وين المكان بغض النظر طبيعة الشخص المتحرش أو المتحرش بها يعني المرأة وكثير تصار في حديث أنه لباس المرأة له علاقة والدراسات بتحكي على العكس تماما النساء حتى المنقبات يتعرضن للتحرش في الشارع بطرق أو بأخرى فليس لا يوجد أي سبب بجزء أحد الأمور الأساسية في فهمنا لظاهرة التحرش ظاهرة التحرش لا تتعلق بشكل المرأة وبجاذبيتها لكن في أساسها الفيزيولوجي هي سلوك أساسا كان طبيعي ومقبول يعني إحنا إذا من لاحظ مملكة الحيوان كل الحيوانات لحتى تتزاوج بتقوم بسلوك الغزل العصفير بتصفر الكذا إلى آخره وبالتالي هذه السلوكات امتدت عند الإنسان مثلا التصفير عند الإنسان هو سلوك طبيعي بغسياقه الفيزيولوجي لكن لما منيجي منحكي أنه إحنا عم نتحضر كإنسان وصرنا متحضرين أكثر لا يعتبر سلوك طبيعي لأنه صار فيه تقنين لهذا السلوك يعني الآن صار فيه حدود للمساحة الشخصية للإنسان ولأي درجة أنا مسموح لأتواصل مع الآخر أو لا الإنسان طبعا طور هذا السلوك اللي هو سلوك فيزيولوجي تقليدي موجود عند الكل الحيوانات من خلال وسائل عديدة أهمها مثلا الغناء يعني الغناء يعتبر أسلوب من أسليب التواصل مع الشخص الآخر التواصل مع الحبيب هذه للأسف في ثقافتنا الآن أصبحت ظاهرة عامة وشائعة من سياقها الطبيعي لأنه لها جذور اجتماعية مجتمعنا مازال لا يقبل خروج المرأة للفضاء العام هذه لازم نتفق عليها لما بدها تخرج المرأة للفضاء العام في قيود كثيرة على حركتها وحريتها سواء في التصرف أو في اللباس أو في طريقة المشي يعني أي شيء المرأة ملاحظة الرجل غير ملاحظ كأنه من حق الرجل التصرف في الفضاء العام بحرية مطلقة إنما المرأة عليها الكثير من القيود لما بدها تخرج للفضاء العام يعني مثلا بتشوفي سيارات كثير شباب بيكونوا ماشيين بالشارع فاتحين الشباك معلين الموسيقى وبصرخوا لو شفتي نفس الظاهرة عند البنات بتكون غير مقبولة غير مقبولة ومستهجلة طبعا هم السلوكين إذا بدك تقارني هم غير مقبولين لأنه فيهم إزعاج للناس وإزعاج لحرية الناس اللي موجودين في الشارع لكن نتقبل هذه السلوكيات من الشباب ولا نتقبلها من النساء وبالتالي شبابنا أكثر جرأة على أنهم يكونوا عدوانيين على أنهم يتصرفوا بطريقة غير مهذبة في التعامل مع الفتيات في الشارع المجتمع هذا طبعا إلا علاقة بالمجتمع الذكوري طيب دكتور خلينا نحكي أكثر عن دور الرجل بعملية التحرش يعني لماذا يقدم الرجل على التحرش هل هو إلا علاقة بالكبت الجنسي أم أنه إلا علاقة بسطوة الرجل على المرأة وهون أيضا نحكي عن المجتمع الذكوري وبقوة الرجل أمام المرأة هناك كثير نقاش يحدث أنه فيه كبت جنسي أكيد في مجتمعاتنا تأخر سن الزواج بشكل كبير وما خلقنا بدائل يعني إحنا لازم نكون واقعيين أنه في المجتمعات التقليدية كان الإنسان لما يبلغ مرحلة المراهقة يتزوج الآن صار فيه فجوة كبيرة بين مرحلة المراهقة والزواج لكن فيه كثير من المراهقين اللي بيعانوا من الكبت الجنسي وما عندهم فرصة لأنه يتواصلوا مع الجنس الآخر وما بيعلقوا وما بيتحرشوا فوين المشكلة؟ هل هي فقط السبب المباشر وجود الكبت الجنسي؟ طبعا لا فيه أسباب تربوية اجتماعية كيف تربى الطفل في البيت على التعامل مع المرأة والنظر إلى المرأة وهذا مسألة كثير مهمة وأساسية يعني أنت بتشوفي في المجتمعات التقليدية وأنا ابن مدينة الزرخة وبعرف مثلا خروج المرأة في الفضاء العام المرأة تعتبر شيء معيب مثلا معرفة اسم الأم شيء بدعونا للخجل والهذا وهذا موجود في مجتمعنا الأردني بكثرة كيف نكسر هذه الحلقة؟ طبعا هذا موضوع آخر لكن الأسباب ليست فقط أنه الكبت الجنسي إحنا ما زال في عنا فصل بين الذكور والإناث في المدارس وهذا فصل كثير كلي وبالتالي حتى الشباب ما بتعلموا بالمدارس كيف يتعاملوا مع الفتيات حتى المدارس المختلطة وأنا يعني أعمل جولات كثيرة على كثير من المدارس ما بتعلم الطالب كيف يتعامل مع البنت كيف يتعامل مع الست وهذه الظاهرة تحسيها ظاهرة تصبح تنتقل إلى المستقبل حتى الكثير من الرجال الناضجين يتحرشوا في النساء بطرق عديدة وكثير من النساء بتعرضوا للتحرش سواء في العمل أو في الفضاء العام يعني التحرش مش بس أنه هي والله يماشي في الشارع وواحد نداها إيش يحلو لا طبعا لأنه ممكن يكون التحرش داخل العمل ممكن يكون التحرش من خلال نظرة الرجل للمرأة نظرة غير مقبولة وتكون هذه النظرة مؤذية جدا ممكن للواحد يتطلع لأنه مستحيل أنه ما يتطلع أو ما أنه ينظر أو يشوف يعني إذا كان شيء جميل أو الست جميلة ومرتبة طبيعي أنه يشوف لكن اللي مش طبيعي الاستمرار في هذه النظرة وأن تكون مقصودة وأحيانا تسبب للمرأة إحراج وتسبب لها أذى نظرة تختلف وتسبب لها أذى نفسي النساء بيلاحظوا هاي الأشياء أكثر من الرجال للأسف الرجال بيعتبروه كأنه أمر طبيعي وبيعتبروه كأنه من حقهم أنه يخترقوا هذا الفضاء اللي موجود عند المرأة وهاي المساحة الشخصية اللي بتملكها المرأة وأيضا النساء إذا بنحكي شو أدور الرجل والمرأة النساء يساهم في تعزيز ظاهرة التحرش من خلال السكوت النساء حتى التحرش اللي بيصير داخل العمل والآن إن شاء الله يعني قانون العمل الأردني عم بيخترح حتى خطوات إيجابية منع ظاهرة التحرش في العمل يعني إن شاء الله أنه المشرع بياخذ فيها وبصير فيه تطبيق إليه بس حتى لو ضبطنا القانون المرأة ما زالت مقيدة ما زالت تنظر للموضوع أنه أنا مش من حقي أحكي أو بدي أسكت أو ما بدي أفضح الموضوع أو ما بدنا ندخل بكلام وأغلب الأسباب الأساسية أنه المجتمع برجع بلوم المرأة هي لو ما سمحت له كان ما عمل هيك هي لو ما كذا كان ما عملت كذا وعلى الأغلب يعني أنا شفت العشرات من الحالات على العكس تماما النساء بداروا بيسكتوا بيحاول يوصلوا رسائل مباشرة ورسائل غير مباشرة لكن تستمر الظاهرة لأنه ما في مواجهة صريحة وحازمة من المرأة في التعامل مع المتحرش نعم طيب دكتور يمكن هون إحنا عم نحكي يعني يمكن حتى المرأة ما بتلجأ مثلا إلى القانون أو الجهات المعنية لحتى تشكي مثلا على الشخص المتحرش المتحرش فيها لأنه إحنا يعني زي ما بنعرف للأسف القانون الأردني لا يحمي المرأة الأردنية المتحرش بها فبرأيك إحنا كيف منقدر نقضي على هذه الظاهرة يعني مثلا هل تغليض العقوبة يعتبر كافي لإنهاء ظاهرة التحرش؟ هلأ إحنا طبعا في حالات توصل للمحكمة وفي حالات توصل للقضاء وفي نساء بيشتكوا لكن عدد النساء اللي بقدموا شكوى حقيقية وأنا بحكي يعني يا جماعة الناس بيعتقدوا أنه موضوع التحرش إيش يا حلو كذا نقطة لا هو أكثر من ذلك النساء بسمعوا الكثير من الإهانات والكثير من العدوانية اللفظية مبالغ فيها وغير صحيحة وطريقة أثاره سيئة جدا ومع ذلك بيؤثر السكوت هلأ القانون فيه فرص داخل القانون أنه المرأة تتقاضى وتستطيع فعل ذلك وأنا بعرف سيدات مشوا بهذا الموضوع وبالعكس ما كان فيه عوائق يعني بالجهة الرسمية إذا فيه إثبات للموضوع بتمشي القضية سهل للموضوع العائق الأكبر هو لدى الأسرة ولدى المرأة نفسها لأنه هي بتفكر أنه أنا ما بدي أورط أخوي ما بدي أورط ابن عمي ما بدي أورط أقاربي إذا حكت لأيلها راح تصير مشكلة إلى آخره يعني بأعتقد السبب الأساسي مازال الحاجز الأكبر موجود عند المرأة إذا بدنا نغير هذا السلوك ونوصل لسلوك أكثر تحضرا طبعا المسألة الأولى لازم أنه نعمل توعية وتوعية كثير مهمة في المدارس لازم في تربية أبنائنا أنه نهتم في موضوع الطفل من هو صغير يتعلم كيف يتعامل مع المرأة ويتعامل مع المرأة بإحترام لأنه إذا أنت الولد اللي عمره بالصف الثالث بتسمحي له أنه والله يتأمر على أخته اللي بالتوجيهه كيف بدك يتعامل مع الستة اللي في الشارع نحن مرح يتعامل معها ولما يكون الأب لا يحترم الأم ويتعامل معها ويسمعوا الأطفال كلام بديء يعني من الأل إلى الأم رح يتوقع أنه رح يتعامل مع السيدة اللي موجودة في الشارع اللي هي ما بتخصه ومالها علاقة ذاتية فيه وإحنا ما زال للأسف في مجتمعنا الأردني مفهوم الشرف متعلق بالأخت والعرض يعني الشرف ليس شرفاً ذاتياً كأنه إذا أنا بعلق على ست في الشارع أنا عندي أملك الشرف هي لا لأنه هو متاح لألي عرفتي متاح لي التعدي عليه فهي مسألة تربوية أساسية طبعاً التوعية أساسية وأنا بعتقد على المزيد من النساء وهذه رسالة دائماً بحكيها خلق طريقة إيجابية أو التعامل بطريقة إيجابية مع المتحرج في الشارع أغلب النساء بغضوا نظروا بيمشوا وأنا كثير بحكي لهم واجهوا ما تواجهي بأنه تسبي عليه طبعاً ما بصير إحنا نواجهة العدوانية بعدوانية لكن المواجهة بوضعه عند حده سؤاله إنه ليش شو اللي عم تعمله بتقبل على نفسك هيك هاي المواجهة إذا تصاعدت مباشرة أنه أنا ببلغ ما في مشكلة طبعاً هذا صعب لكثير من النساء لكن الكثير من النساء لما بواجهوا الأشخاص في الشارع بيسكتوا بيضعوا حد لا تحرشهم إذا زاد بيخاف طبعاً لأنه بيحكي لك هاي معناته شخصيتها قوية هاي يعني عندها القدرة أنها تحكي معناته بس لنا لحا لا لحا يا دكتور ما هو هذا السؤال بس كير الموضوع صعب ظاهرة بالأخير أنت عم تحكي عن ظاهرة تحد من خروج المرأة إلى الفضاء العام بتحد من مشاركتها في الحياة أحياناً بعض الإهانات صراحة أنا باجي بحكي للشباب تعال خلينا نسمعك الكلام اللي بتسمع المرأة خلال يوم في حياتها ونشوف كيف يصير نفسيتك آخر النهار صح كيف بدك تتعامل نفسياً مع نفسك آخر النهار ليش بتفترض أنه أنت متاح لإلك وحلال لإلك وبتزعل إذا حداً بيسمعك هذا الكلام لكن المرأة مش من حقها أنها تزعل مش من حقها أنه ضغب وأنه هي المستضعفة وبحق للرجل يزوي فيها أعتقد أصبح الظاهرة علينا معالجتها بكافة الطرق أيضاً طبعاً لازم يكون في تدخل للدولة في التعامل مع ظاهرة التحرش من خلال ضبط هذه الظاهرة يعني في محاولات لكن بأعتقد إحنا بحاجة لنعيد النظر في أساليب التربية بشكل عام في مجتمعاتنا بحيث هذه التربية تكون مركزة على فهم حقيقة العلاقة بين رجل مرأة أن تقوم هذه العلاقة على الاحترام إذا إحنا ما منطبق في حياتنا كناضجين هذا الفعل صعب أنه ننقله لأبنائنا إذا إحنا عاداتنا وتربيتنا للأبناء تقوم على التمييز بين الفتاة والفتاة من الطبيع أن ينتقل هذا إلى الشارع صحيح طيب دكتور ختاماً منحب أن نقول أنه اليوم أنت يمكن رح تحكي بإسهاب أكتر وبتفصيل أكتر وتحليل أكتر عن موضوع التحرش والمجتمع الدكوري رح يكون في إلك حوار مفتوح مع الحضور وأيضاً محاضرة عن موضوع التحرش فإحكينا أكتر عن المكان هلأ إحنا رح تكون في محاضرة موسعة وأيضاً رح تترجم للغة الإنجليزية في جدل للثقافة هو موجود في جبل الويبدي ممكن نطلع له مشارع الصلط أو من الويبدي سهل جداً يعني الوصول لإله والساعة سبعة ونصف للتسعة حتكون يعني مقدمة رح أحكي عن الموضوع بتفصيل أكثر وتحليل أكثر وبعد ذلك رح يكون في نقاش مفتوح مع الجمهور الساعة سبعة ونصف ندعي لكل المشاركة أهلا وسهلا للجمهور إن شاء الله وأنا ختم عندي أتشكرك شكراً كثير إليك الدكتور باسل الحمد لخصائي النفسي أهلاً وسهلاً فيك شكراً